نكمل حلقتنا يبدو انه التصريح الاعلامية للملحن سامير سفير نارية وبكل الاتجاهات نقبات صحافة فنانين شركات انتاج تليفزيونية نواب وغيرهم فلما الفنانة احلام حطت صورة له على شكل امرأة على تويتر قال انه هو اكثر انوثة مننا وانه هي من مدرسة الفوتوشوب والفوفاش نجوة كرم صوتها بنشيز فيروز بيخة اي 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 عم تسمع مظبوط ريمان جاي مثل التبولة والحمص روتانا ما بتجيب الا الفشل النقم بنكفي شوال انا بستحيه صراحة بس للأسف مشبور اقول شوال النقابة مصيبة الام تي في ما بتحبه ولا هو بيحبها كتير من الصحافة تقطائين ناجي القصة اغنيته لعيد الام مش عجبته وطارق ابو جودة سواء تراكتور وملحم صوته احلى من معيني شريف ونائب فارس سعاد بلا منقولة احسن وكلام كتير لاعلميين ومواقع وكل من بيعطي رأيه بقراء وتصرفات وأعمال سامير صفير هلأ هوني السؤال مرئي التصريحات سامير صفير هيك مرور الكرام؟ هل غيبة التعليقات وردود الفعل على استفزازاته لسامير صفير؟ طبعا لا في ناس ردت وردت بعنف ناجوا كرم وجهت رسالي غير مباشرة على تويتر وقالت فيه صراسير بنعمل لهم شوي تقيمة بصير بدهم يطيروا بس الحقيقة ينتبه أحلى ما يندعس على كل حال الملحن صفير عنده طريقة بالتعبير شوي غريبة إذا ما بدنا نقول مؤذية بس إنه هايدي صراحة أكيد لا الاحترام اليوم واجب وأكيد الرسالة اللي بدنا إياها بتوصل بكلمات منمقة فيها تنزل مثل السم نعم لا تعليق لا تعليق أنا حقي بشكل عام وليه حلقتين من المتهم؟ أنا هيدا السؤال إنه ليه ما بتخلص حلقة وحدة من الشتائم ليش مرق حلقتين؟ لأنه عنده جزئين سامير صفير بوجه له تحية هني مسجلين معه جزئين؟ لا لا هو حياته أجزئ فنبلشه بالجزء الأول والتاني وقريبا في التالت فخليني وجه تحية أول شي لسامير صفير ولرودولف ورجا والمتهم والكل وأحكي بشكل عام شو أصدق بالتحية؟ بتحية تحية إكبار يعني؟ لا لا محبة أول شي بدي أقول أنا للبرامج اللي مثل المتهم أو غير المتهم إنه صار لازم نعمل اليوم إذا بدي كعقد كونترا بينه وبين الضيف إنه عندك بنود أساسية مع إنه هي من أخلاقيات الضيف إنه يكون عنده أخلاق جاء على البلاتو جاي يصور يكون حامل أخلاقه معه كله وجاي وصاببه حتى لو ما عنده يزورها يعني لأنه بالنهاية في ملايين المشاهدين عم يتابعه بانت إنه إنت اليوم إذا تطلع داف يا خي ترك لي رذالتك وأخبارك وكل شي سيء عندك عن بيت أهلك وتعال نضيف لعندي كل شي عندك حلو بدك تحكيه هون رح نتقل لموضوع مواضيع تاني بجعبة زكريا بس قبل ما بلش بمواضيعك شو هالحب لنجمة ستار أكاديمي المغربية ابتسام تسقط في حب كتير كبير بس أنا بحبها لكل العام جايبة على لبنان وفي برمة بلبنان ومؤتمر صحفي وإستائلنا أنا في شغلي يعني ما بعفك بدمي بحضر برنامج ستار أكاديمي أو برامج هوات بشكل عام في حدا بيخد فيك أو بيلفتيك بتقولي هيدا لازم تساعدي لازم توقع في حده مدرور يكون شخصي ممكن عدة أشخاص يعني وبتقوم أنت بتساعدي بقوم بصيري جمهور يطلب منك مساعدة بليز وهيدا بتستحق وكذا وهيك وهيك صارت الأمور يعني وابتسام بشكل عام تستاهل أنه واحد يوقف حده بتستاهل أنه الإنسان يدعمه لحد هلأ ممتعرف شو مخبر عدين زكارية لأنه ما عنا كتير وقت بعرف أنا أنه طلع إشاعة أنه ابتسام كانت بلبنان وأنه زوجة طليقة شوها بالأسيد أصدق أسماء المنور أسماء المنور ما كانت أصلاً بلبنان وأنا من الشويكة عب بحكي مع خياة ياسين وجهله تحية هي موجودة في دبي وطلع إشاعة أنه كانت مع زوجة طليقة بصهرة ودلق عليها ميت نار أسيد على وجه وصار اتصالات وانزعجت العالم من هذا الموضوع والعيلة أنا بنفي هذا الموضوع أنا فيها نقاطع عن لسان خياة ياسين وهي أساسها مش موجودة في لبنان بس بدي أقول أنه أعتقد هاي دي كانت إذا بديك بلشو ترطوشي يمكن الزحة التعبير لأنه هي بلجنة تحكيم حتكون مع فايز السعيد وفيرس كرام والحرب من ضمن الحرب شو عنا بعد خبارية؟ حابب أحكي عن موضوع الألقاب ما بعرف إذا بتوافقيني بالرأي وسام اليوم يعني بتنامي بتفيقي بتلاقي طرع لقب لنجم ما أو فنم ما أو موهب يصاعدة ما اليوم وحش الشاشة النجم الشاشة وحش الشاشة في حدا سمى وحش الشاشة هلأ قريبا وفراش ونحلة وياسمين وورد جولة فراش حلوة بس وحش طيب وبالنسبة للصحافة خاصة أزكاة لسد وبالنسبة للصحافة ما عندي أعلم بهذا الموضوع أنا عندي أعلم صار عندي معروماتك كثير منك وبالنسبة للصحافة اللي بتطلع وبتقول إنه كسر الأرض زلزل العواصف كمان أخبار اليوم اللي بتوصلك الفنية اليوم كسر المصر وقت إيام علاق زلزلي فينا نقول إنه زلزل المصرح هي تعبير مجازي إذا بدك لعائلتو بس اليوم يوصلنا لخبر كسر المصرح ودمر الجمهور وحرق الدنيا طب إنت إذا نجم بدك تروح تغني خذ معك كم طفية إذا بدك تحرق المصرح يعني يعني ما بعرف التركيبة كيف تكون يعني مأساوية إذا بدك بالأخبار الفنية يمكن هيدا إذا بدك فقدان اليوم لحضور النجوم إن كان باللبنان أو بالعالم العربي وما عنده شي يعملوا بدن يخلقوا مشاريع أخبارية ويلا منوزعها والصحافة بتنزل